رئيس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء صباح اليوم بقصر الإكذابية وقد أدل سعارة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي أشهد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمضامن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة وذلك في افتتاح الدور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشرعي الرابع إلى المجلس الوطنية معربا سموه عن الفخر والاعتزاز بالإشادة الملكية السامية التي حظيت بها الحكومة من لجن جلالة العاهل المفدة وبما تضمنه من إشادة وتأكيد بأهمية الملتقى الحكومي الأول ونتائجه الإيجابية مما يؤشر على ضرورة العمل على ترجمة نتائجه لدعم مسيرة التطوير والتحديث لكافة الخدمات المتصلة بالمواطن البحرينية والاستمرار في تخطيط التنمية الشاملة مشيدا سموه بما تفضل به جلالته من توجيهات سديدة للحكومة للدفع بمسيرة التنمية والعمل الوطنية وفي ضوء استعراض مجلس الوزراء لمضامن الخطاب الملكي السامي فقد أكد المجلس أن الحكومة ستبذل قصار جهدها لمتابعة وتطوير استراتيجياتها وبرامجها لكل ما فيه رفعة البلاد ونهضتها الشاملة وتحقيق طلعات جلالة العاهل وتلبية احتياجات المواطن مؤكدا المجلس أن الانجازات الوطنية ستتوالى والنجاحات ستكبر فالحكومة طموحة تحب التحدي وتعشق الانجازات خاصة في ظل الدعم التي تحظى بها من جلالة الملك المفدة والتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي ستعمل الحكومة على تنميته فيما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نحو تعزيز وتيرة العمل والانجاز بما يحقق الأهداف الموضوعة في برنامج عامل الحكومة وتطلعات نحو النهوض بمختلف القطاعات وفقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 إلى ذلك فقد أشهد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المباحثات الرسمية البحرينية التايلندية التي رئيس الجانب البحريني فيها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بينما رئيس فيها الجانب التايلندي معالي الجيرنول برايوت شان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلند فيما رحب سموه بنتائج قمة منتدى حوار التعاون الأسيوي والتي رئيس وفد مملكة البحرين إليها ممثلا عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر والتي عقدت مؤخرا في تايلند وبما جاء في بيانها الختامي وذلك بعد العرض الذي قدمه حول هذه القمة معالي وزير الخارجية وسعدة وزير الصناعة والتجارة والسياحة من جانب آخر فقد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة للأسرة المالكة وللحكومة والشعب بمملكة تايلند الصديقة في وفاة الملك بوميبول أوداليا ديك حيث بوفاته فقد العالم ملكا وقائدا كان رمزا للوحدة والاستقرار في بلاده إلى ذلك فقد أشهد المجلس بالجهود التنظيمية التي بذلها رجال الأمن وأصحاب المآتم وإدارة الأوقاف الجعفرية في الاحتفال بذكرى عاشوراء كما أثنى المجلس على روح الالتزام التي أظهرها الجميع في إحياء هذه الذكرى الدينية في أجواء من الأمن والطمأنين والإنسيابية في الحركة المرورية في كافة المناطق من جهة أخرى فقد أشهد صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالعلاقات البحرينية التركية وبما تشهده من تطور وتنام والتي عكسها بصورة جلية زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى جمهورية تركيا مؤخرا وما تركته من صدى طيب على صعيد علاقات البلدين وضمن هذا السياق فقد اطلع المجلس من خلال سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على نتائج زيارة سموه إلى جمهورية تركيا والتي حمل فيها رسالة خطية موجهة من صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بعدها دان مجلس الوزراء الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تشنها القوى الإنقلابية ضد السفن في المياه الإقليمية لما تشكله من تهديد للملاحة الدولية واستهداف الملاحة التجارية في مضيق باب المندب وتعريضها للخطر فضلا عن كونها تصعيدا يؤجج الأوضاع نحو المزيد من التوتر في المنطقة ولا يخدم الاستقرار الدولي بعدها ناقش المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا اطلع المجلس على ما تم إنجازه من مراحل متقدمة في صياغة المبادرات الوطنية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة حيث وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل بشكل فعال لضمان استدامة الخدمات الصحية وأن تكون منظومتها متكاملة وذات جودة عالية ومتاحة أمام كل مواطن وبكل مرونة وسهولة عالية وضمن هذا السياق فقد وافق مجلس الوزراء على الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 وذلك بتوصية من اللاجة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتهدف الخطة الوطنية للصحة إلى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية وضمان تمويلها واستدامتها وتوفير الموارد والبنة التحتية البشرية اللازمة وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عامل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030 وذلك من خلال تطوير النظام الصحي القائم للاستمرار في توفير الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة وذات الجودة العالية بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وجعله قادرا على تجاوز التحديات التي يواجهها القطاع الصحي حاليا والمتمثل في النمو السكاني المتسارع وما يترتب عليه من وضع ديمغرافي يتطلب زيادة في الصرف على هذه الخدمات إلى جانب التغيير في أنماط الإصابة بالأمراض ومنها زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية وغيرها هذا وترتكز الخطة الوطنية للصحة على عدة محاور منها خلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يعطي الحرية للمريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية لها واعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها وضبط أوجه الإنفاق على الخدمات الصحية والطرق تمويلها واستقطاب الكوادر الطبية المؤهلة وتشغيل نظم فعالة وقوية للمعلومات الصحية والصحة الإلكترونية وتفعيل الحوكمة بشكل يحدد الأدوار القيادية للمؤسسات الصحية الحكومية إلى ذلك فقد وافق مجلس الوزراء على أن يتم التعاون بين المجلس الأعلى للصحة وهيئة التقييم والمراجعة للتأمين الصحي بالجمهورية الكورية فيما يختص بالأنظمة المعلوماتية المعنية بالنظام ضمان الصحي وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزيرات الصحة ثانيا وجه صاحب السمو الملكي وليلعهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى عدم التساهل في كل ما من شأنه المساس بمستوى وجودة التعليم من خلال تطبيق المعايير التي تكفل جودة التعليم وفق مبدأ العدالة والإنصاف التي تصب في صالح المسيرة التعليمية وضمن هذا السياق فقد أحال مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب عددا من تقارير مراجعة ومتابعة الأداء التي أعدتها هيئة جودة التعليم والتدريب ومنها تقارير متابعة لست وعشرين مدرسة حكومية ضمن الدورة الثالثة واثنتين عشرة مدرسة خاصة ضمن الدورة الثانية وأربع عشرة مؤسسة تدريب مهني وتقارير مراجعة أربع مرامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي إلى جانب عدد من قرارات الإدراج المؤسسي وقرارات التسكين بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع الهيئة النيوزلندية للمؤهلات وذلك بعد العرض الذي قدمه حولها سعادة وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس الهيئة المذكورة ثالثا بحث مجلس الوزراء سبع عشرة مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وبرامج تنفيذية بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية وأحالها إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية وتهدف إلى توسيع مجالات التعاون البحريني التونسي في عدة مجالات منها مجالات التنمية الاقتصادية والتجارية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والشؤون الدينية وشؤون الشباب والرياضة والتخطيط الحضري وتنمية المجتمعات العمرانية وفي مجال الكهرباء والماء رابعا بحث مجلس الوزراء خمسة اقتراحات برغبة يتعلق الأول بشأن دعم أدوية الأمراض المزمنة والثاني بشأن الامتحانات الخاصة بمزاولة المهن الصحية والثالث عن البنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة والرابع بخصوص عددات الكهرباء والخامس حول إجراءات استخدام العمال حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية وفي بند التقارير الوزرية فقد أخذ المجلس علما من خلال معالي وزير النفط الذي عقد في اسطنبول مؤخرا فيما أخذ المجلس علما كذلك بنتائج الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية جمهورية تركيا من خلال التقرير الذي قدمه معالي وزير الخارجية